وهو يقول يواز عيما مع راسك وقلت ليه واشنون بيتون تسنى قال اوكي غادي ناخد دوش ونجي قلت مع راسي إيلا اخد دوش يقدر يتير مفعول المنوّن وانا نقول له لا انا بغاك هكذا ابديت كنقرّم منه وهو كيترخام ما جينا فين نوصله منه مسياح تغيير قلت وف على حلوف احساب لي راسه مهند تفو حييت له ذاك ساروت وحليت الباب ولقيت ذاك هنا كيتسنى مديته لي ومشيت لعند الغوز ذو ولت له قاح ويجو اوف قاع بزاق الفقارة واكله والله يلقيها ليك نط اخويت ذاك المشروف في الدوش وخليت شوية في الكيسان باش يبان انو كلنا سكراني وعاد رونت النموسية والبيت مزيان يلا حساليت وهو يضق الباب حليت ولقيته ذاك الويد قلت له صافي جبتي ساروت وهو يقول اهاكي رضيه يلا قلت له فين؟ قال غادي نخرجك من الباب اللوراني فين غا تلقي اللي كيتسنعك وانا نقول اوكي نمشيت ورجعت الساروت لبلاستور وخرجت كنت سلت اهبطنا في الدروش وخرجني ذاك الولد من الباب اللوراني وطلعت في واحد الطموبيل عليت راسي وباللي يا سامي وهو يقول تبارك الله علي قدرتي تديريها قلت روحي كانت غدا تطلع وهو يقول لي يا سامي ولكن استقتيه وعرا ولعبتي على اكبر مافيوسي وانا نقول والله من اللي كنخمم فيها حتى كي يجيني التحك عرفتي حاسة براسي باللي رانيفش فيلم قال لا واه مسلسال فين تبغي نديك قلت ما كرهتش نشوف ماما ولكن ماشي بهد الباس ما نقدرش وهو يقول لي يا اوكي يا للا يالله وغنشريليك الباس جديد ونديك عند ماما وغداوج دراسك تشوفي دارك جديدة وانا نقول حقارة خاصني واحد الالفين درهم قال لاش وانا نقول له راه كنت محتاجة مساعدة وعيت الوحد الولد والجارنا وعاوني ما زال ما كملت هضرتي حتى لقيته دار لي اسلاح فقراسي وهو يقول عاودي عاودي ايش قلتي قلتي الولجيران كومي عاونك انا وخخفت ولكن زعمت حيت اله واللي في حقرني غتبقى فيها عادة تفعت له دك سناح من فقراسي وقلت حيد هاد الويل من فقراسي كيب انت ليك يك مقنية تحط لي اللعاب دعاشورة فق القولتي وتبتش شوية وانتكت فرفر تضمن ردت فعلي ورد السلاح في بلاسطور قلت له راه قلت ليه شي صاحبتي دارت معاه علاقة وصورها وانا غنجيب لي هالفيديو قال ايوا صدقتي ما سهلاش قلت قلت تجمع ولا نجمعك بلدك تبرخيش ديالك اضحك وقال والله حتى ما فيو زياد بالصح قلت ومالك اللعبو هنا اه حقا حتى انا بغيت بحال هادك القشقولة قل اش من قشقولة عو التاني قلت له داك سلاح وهو يقول اه راه من غدا غدا تبدأت تدريب على السلاح وعلى القيطان وغت تعلم اللغات انجليزية وإيطاليا وإسبانيا وحتى التركية هادو لغات أساسية كنحتاجوهم في خدمتنا اواه اه هو يقول اه حقا وعندك البيرمي اه عندي ديالطيارة وانت منين غايجيني وانا عمري مسك تحت حمار قال انا عاطيك حريتك غير حيت احنا بجوش يكون معانا شي واحد تهضري بالآداب وتحتار مين وقلت اوكي سي ساني وهو يقول ومن غدا غدا تبدأت تعلمي تصور وبقيت حاجة واحدة قلت اما هي وهو يقول انتي اسمي تكرونك هاد الاسم يجي لشي راقصة ولا مغنية اما ما فيوزية ما جايش قلت اواه المطلوب وهو يقول اختاري شي اسم قلت له مايا قال وعليش مايا بالضبط وقلتيها بلا تفكير قلت حيت انا كان عشق قصة مايا وهو يقول شكون هاد مايا قلت له مايا هي بنت صغيرة كانت ذكية بالسعر وعزيز عليها الدير خير ولكن اللي قرب ليها كتقدر واحد النهار كانت غادة في واحد الغابة كتلعب غير خرجت من الطريق وهي تضرب هطو موبيل وماتت ولكن رحت حرات وولات ادكة جنية على وجه الارض قال لي دا بنتي باغت ولي جنية قلت له لا باغن ولي دكية وصلنا وقال يالله نزلي وصلنا دورت وجهي وكان واحد الحي راقي فيه العمارات غير الكلاس قلت شنو جينا نديره هنا وهو يقول يالله تبعيني وسقلي اهبط معاه وطلعنا فلسانزر برك على الطابق الثالث وصلنا الطابق مكون من ثلاث شقاك نشل وسطية وحلها وهو يقول مضموذين مايا تفضلي قلت له شكرا غير دخلت وحليت فمه قلت له واو شحال واعرة هاد الدار وهو يقول بصحتك ومدليه شي وراق قلت له واش كتهضر بالصح وهو يقول هاد شي مافيهش اللعب وباقه غترجعي مليكا غير تقني خدمتك وما غادي خسك حتى خير كنت غادي نطير بالفرحة وشكرته مدليه وحد الساكس غاور وقال هناك اينا عشرين مليون ديالة شديتها وبديتك النقص وهو يقول والله تحمقه يالله غادي نخليك بسلامه غير خرج وصد الباب وبديت كندور وكننقص ما قد داتني فرحة فقت في الصباح ولبست وهزيت من ديك الفلوس ومشيت شريت شت خرفيق واتاجهت للكليميك معد دخلك القسامة قلت له صباح الخير وهو يقول صباح النور سبحان الله انتي وخاص ما امرأة كيجين حكلك حال قلت راه من اليوم غادي يوليه والباسي الرسمي قال لي شفتك عجباتك المافيا قلت له حليش جيتي لهنا وهو يقول اليوم غدا تخرج ماما وكان خاص ننجي قلت يالله اوكي وانا نقول له يالله تشوف ماما وهو يقول شوية وغادي نجي علامة لبسي هانتي قلت له اوكي مشاه هو يقدي شغله وانا مشيت لعند ماما الحبيبة قلت لها صبح النور قالت صبح الخير قلت لها كي صبحت اليوم ماما وهي تقول الحمد لله علاش عدبتي راسك بهد الشي وانا نقول انا راه ما درتوالو هد الشي جابو ثامي اه هوجا عمره طويل قال خالتي لبازر وهي تقول له ماما الحمد لله هولدي وشكرا بزاف على وقفتك معايا قال لي هاساني هذا واجب خالتي ونيت انا بغيت نهدر معك في حد الموضوع انا لونيت تخطف وكان نقول ايش غادي يقول لي ها هاد البرهوش قالت ماما ايها ولدي تفضل وهو يقول ثاني خالتي من لي كنتي في العمالية رونك عودات لي على ظروفها والصراحة بقعت فيها دكشي علاش قرر انها غدا تولي ايدي لي منها وغا تولي تسافر معايا وغا تخلصها مزيان وغا تتعطيها الشركة الدار والطموبيل وهي تقول ماما وفيش غدا تخدم قال ثامي انا عندي شركات ديال مواد البناء وهي غدا تولي المساعدة ديالي وما تخافيش راها في بلاس تختي الله يرحمها قالت ماما الله ها والدي هذا هو النهار الكبير لا لا يخطيك المهم لبسات ماما ومشينا للدار اللي حمقاتها وسامي جاب ليها ممرضة وبدات كتسترجع صحتها وانا في هاد الفترات علمت السلاح والقيتها وبدات كنتعلم اللغات ودرت ببيرمي ووليت من ناس الهاي دا زلت تلت سنين وانا مع المافيا وفي هاد تلت سنين اتغيروا بالزاف ديال الحويش انا برازي تغيرت من رونق لحنينة ضريفة البارئة اللي معي اشهر مافيوزية في البلاد قلبي مات ما كان عرفش الرحمة وما كان عرفش حاجة سمية هالرحمة غلط بسيط كان شتت التماغ لهادك اللي غلط ممنوعش واحد كيف ما بغى يكون يمشي علي يكلمته من غير ماما اللي هي تاج راسي هي الوحيدة اللي كانت عامل معها بقلبي دعاويها هم اللي مغرقيني وحاميني من كل شر وعادفش فرحت قلبها وصيفتها الحج عارفة هم فلوس لحرام ولكن كان طلب الله يتقبل ليها حيث هي عند بالها انا رابحهم من الشركة ديال الطموبيلات اللي خدامة فيها واللي هي في الاصل ديالي بالاضافة لشركة الاستيراد والتصدير اللي عبرها كندوز شحنات الاسلحة وعدة اعمال اخرى وفي مركز الشرطة كيدق الشرطة وكيقول ليه الاخر ادخل الشرطة كيقول سيدي راه خسرنا حتى فهد العملية راه قلبنا جاع الشحنة وملقيناش حتى شي حاجة كل شي كان قانوني قال الشرطة جاوبوا الشرطة الاخر ما يمكنش هم كانوا ناوين يخرجوا شحنة اليوم ديال كوكاين قال له الشرطة راه مشينا وقلبنا جاع السيارة وحدة بوحدة وملقينا فيهم حتى شي حاجة قال له الاخر انا غادي نحماق هو يقول له الشرطة التانية راه ما يا هادي ومن لا يعرفها راه كل شي عارفها منظمة الاكبر مافيا في العالم ولكن ما كانش اللي عنده عليها حتى شي دالي ما خلينا راقبناها وما خلينا حطينا جواسيس ولكن والو قال له الاخر راه شفت حتى عيد بحال هادي عمري ما شفت جيب لي تصاور ديالها وملفها حتى هو قال له اوكي سيدي ومشاجه بالملف عطاه ليه وقال له ها هو سيدي كيهدر هو ها صورتها بين ايديه قال صراحة ما بينش عليها من المافيا بالعكس كتبان بنت باريئة واحتى ملامحها ما غرابش عليها وهو يقول اللوه تقدر تكون من عائلتك قال الاخر يمكن ماما لا واجمع راسك وعرفش كتخرج من فمك وهو يقول اللوه اسمح لي يا سيدي قال له اخرج درق علي ازلافتك خرج الشرطة وبقى هاداك الاخر كيتامل في ملامح مايا اللي ما عرفش عليش من اللي شافها حس انه كيعرفها انا رجعول عند مايا قال سامي تبارك الله عليكو خلاص كيد ارتحت عرفتي ان الهوليش جاي قالت عندي الجواسيس ديالي وهو يقول وكيفاش تدوزي الشحنة قلت رها كانت قدام عينيهم هوما اللي عورين قال سامي كيفاش مفهمتش قلت له ره كنت ديرها في الكوسانات ومع نوعية الجلد وريحته القوية وخاجب ودوك الكلاب مش موال قال سامي واتسليم الحقلك اختي من بعد انهار طويل ومليء بالمشقة مع البوليس رجعت لدار ومع انا داخله شفت موبيلت ماما داخله ووقفت كنت سنها باش ندخله بجوج حبسات الطموبيل وهبطات ماما قلت ليها هاي هاي للناس والغوز وهي تقول ومباضلك قلت شي موحد غرامي هذا قالت ماما راني كنت في الجمعية اللي درتي ليا الله ارضا عليك قاعد لي فيها رهم كيدعوا معاك وانا نقول غير دعاوي كنتي مغرقيني ولكن اش سر هاد الغوز اللي معرفتش قالت بغيت نبدل شوية واحتانتي اللي شديتي ليه في هاد اللون لك حل من نهار جيتي لهاد المدينة وانتي بيه عمري ما شفتك بشي لون بحل لبنات قلت يكون خير قالت ماما وهاد الباس المعري مغايعفوش عليك الله منه وانا نقول لها ماما تاني نفس الاسطوانة قالت الله يهديك ابنتي قلت امين ماما خاصنا شي كذكرات وهي تقول يلا هنبدله وناكله دخلت انا وماما وطلعت بدلت وهي مشات وجد ليه من ناكل ولبست وهبت لقيت ماما وجدات الطبلة قلت ليها يخلي لي الفن ديالي قلست كالناكل كملت ونت نخدم في البس وماما كتتفرج احتصونا التليفون دماما هزاتو وبقات كتشوف فيه قلت ليها جاوبي قالت ما عرفت شن نمرة وانا نقول وما لهم غياك لوك جاوبي خلاص قالت ماما آلو سمعت مادام زينب وهي تقول اه شكون معايا قال ليها انا محسين صاحب المرحوم وهي تقول اهلا نسي محسين اش خبارك واش خباركتي عائشة وسوفيان غير سمعت اسمية اللخرة وراسي وقف بالشوق ولكن ما بغيتش نعطل الموضوع اهمية حيث سوفيان كانت كتبغيه رونق ورونق ماتت انا دابا مايا ما فيقني من سهوتي غير صوت ماما كتنوح كتقول الله يا ربي على اختي مشات وخلاتني الله الله يا ربي مشات بلا ما نشوفها وبقات كتنوح نتكا نجري حيت ما كان حملش نشوف ماما كتبكي خديت التليفون من ايدها وجعوت قلت واش انتو ما ما غاديش نتهنى ومنهمكم ياك بعد نعليكم سينين هادي واحنا ما كان هدروش معاكم داركم وخويناها ايش خاسكم من نهار عرفناكم وحنا في الهم طافي قطعوا علينا وخلاف يا لاطي وازدحت داك تليفون مع الارض حتى تشتت ومشيت هزيت ماما وقلت ماما نوضي حليش ديره فراسك هاد الحالة وهي تقول اللها بنيتي خالتك عائشة ماتت قلت والت حرق قاع انتي علاش قدبكي قالت ماما هاديك ره اختي اللي مولداتهاش ليامي هاديك ره ساحبت عمري وبقا تكتبكي قلت ليها ماما ندير لك اي حاجة غير ما تبكيش قالت متأكدة قلت ليها والله حتى ندير لك اللي بغيتي وهي تقول اديني نحضر للقنازات اختي قلت ماما وش من نيتك داويا وهي تقول انا مزاوقة بنيتي قلت ليها واقي لسبق اللي هدرت في هاد الموضوع حي دي ما كنت كان بنع ماما تتواصل مع هديك العائلة ولا تمشي عندهم وبيتقول غدد ديني مرحبا ما بغيتيش غدى على الفجر غتلقيني في محطة الكيران قلت وبازليك ماما والله اضربت واحد الطابلة ديه للساج وطلعت البيتي وصديت عليها وقلست كنفكر عليش خايفة انا نمشي لتمة يك نسيته انا مايا مايا شديت راسي بإيدي وقلت انا مايا اللي قلبها كيف الحجر سوفيان كانتك تبغي هرونك البنت الرقيقة الحساسة اما انا مايا ما كينش اللي يقدر حتيع اللي فيها عينه صافي لقيتها غنمشي وغنواجهه وغنبي اللي ان هاد البنت الكحلة اللي مارداش يتزوج بيها سيد الرجال كيتمنها ولكن ما خلصوش يعرف انه انا من المافيا وحتى واحد ما خلصو يعرف ونط عند ماما مسكينة اللي خليتها كتبكي ما كفاش خسرت حياتي ومستقبالي وساعاتي بسبابه نزيد نخسرح تماما والله لكانت ليه وعليش انا معصبه راسي ايه لا عصبني قرطاصة واحدة كافيت هنيني منه نط وغسلت وجهي وهبطت لعند ماما ولقيتها ما كيناش سولت الخدامة وقالوا لي يراها في الجردة هزيت واحد الكاب وخرجت لعندها لقيتها جالسة وكتشرب القهوة وكتبكي حطيت على كتافها الكاب وتقابلت معها قلت كتشرب القهوة مالحا وهي تقول الله هي هاديك ما داروش فيها الملحا قلت راه عار فما دارولكش فيها الملحا ولكن داك الشلال ديال الدموع اللي هابط من عينيك غيكون قطر في القهوة ما شفتيش ما بغادش تكمل راه دموعك اللي كيزيدو فيها ضحكات وقالت الله يهديك الحمقة وانا نقول نوضي تجمعيش طايتك راه غده غده نمشي قالت ماما الله يرضي عليك ابنتي قلت ايوا نوضي من البرد نتنا وياها ودخلنا تعشينا ونعسنا وفي الصباح فقت ولبست وماما لبسات وهي تعيط ليها وغير شافتني وهي تقول كون غير لبستيش حاجة طويلة شوية راحنا غادين الموت ماشي العرس وناس الدوار رك عارفة هوم فيهم الهضرة قلت بهدوء دا بهد البيت ما عشبكش وهي تقول لا راق صير بالساف قلت ليها ايدا نسيري الراسك اها الشيفور يوصلك وهي تقول الله يهديك دودي طلعي قلت بشرط قالت أمري لله شرطي قلت ليها ما تبقيش عليها لبسي زولي حشمي موتي وهي تقول واخا للا ولكن الله يرضى عليك ما تكميش حدا هم قلت لا تعصبت راح ما نضمنش ليك وهي تقول وغير على وجه المرحومة قلت ليها اواخا يلا عايت على العستاذ وجاب ليه تجيه هي اللي غادت فيدني في دكتريق دلويه ماما شافتها وشافت فيها وهي تقول بنتي كونت دينا غيرها شيطو موبيل صغيرة قلت علاش وهي تقول غايقول لك داروا لاباس وجاوك يفوحوا علينا قلت اهه بالصح ايجي علاش ما نمشيوش في الكار وهي تقول يكون حسن قاع استحرت والعافية خرجالية من ودني قلت ليها واماما وامي واش كتعصبيني بالعاني واش انا خدامة مع اكبر شاركة صنع السيارات في العالم وعندي معريض ديال الطموبيلات وتجي انتي وتقول لي لي نشوف الكار واش بغت تفرق عليها المرارة ماما عرفت راسها تبلاتها وهي تقول يلا هبنيتي ومديش عليها راه مره مره كيف لتليها الريض قلت مع راسي كون ما كنتيش ممي كون اقتحت ليك الكونيكس يوم مرة طلعت وشعلت الموسيقى والطرق كاملة وماما كتوصل بحال لي عندي عامين مرة كنصب الراسي ومرة كنغوط ومع ديك الطرق كلها حفاري كراهت راسي وتعصبت ما وصلت احتى اغفر لي يا ربي غير وصلنا وبنت لي وحد الخيمة شي كي يبكي وشي كيندك ادخلنا وسلمو علينا وبدأت ماما حتى هي كتنوح زدت تعصبت ابقاه ومك ينوحو وقلست شوية اقنت وخرجت كنبول ولحد الساعة مازال ما بان لي يا صوفيان وجات العشية ومازال ما بان لي يا صوفيان مشيت قلست في الجنام وشحلت قابل وبقيت حاجة شغلة لي يا بالي جاء الناس شفتهم وبانوا لي يا إلا صوفيان زع ما يكون محضرش لجنازة ديالامو مازالة ما كملتها احتوقف علي يا عمي محسن انا غير شفته ولحت القابل وهو يقول رونق اش كتديري قلت والو غير مازالة مخلوعة من اللي وقع الخالد قال بقى حنينو مشاعرك رقيقة كيف ما كنت وخدت بدلتي من برا ولكن الحمد لله من اللي الداخل باقي نقي قلت له وانت اش خبارك وهو يقول محسن كيف غادي نكون امراتي ماتت وولدي دخل في صدمة من اللي جوه هو ساد عليه في بيديو قلت الله يصبره وهو يقول محسن ما جيتش باش نسمع منك هاد الكلمة جيت على قبل خير قديم وخاسكي ترجعي قلت له ما فهمتش وهو يقول انهار مات باباك فتوفيان عاونك باش خرجتي من الازمة ديالي واحتى دابا انت اللي خاسكي تعاونيه صدمت فاسمعتو قال هاكا وانا نقول وقيله ركت حلم قول فاش كان والدك كيهمني انه كيبغيني فاش كان كيدحك علي وفوقت الصح اسمح فيا وقال علي انا كحلوشة وخيبة وراك عارف رك غير كتخربك اقسم بالله العلي الحظيم وجفت رقحت الندمه فهمتي؟ قال محسين ارونك ما كنتيش هاكدا ابديت كنغوت وقلت ليه والدك هو السباب والدك هو اللي دمرني والدك هو اللي خلاني نقتل براءة اللي في الداخل ديالي بسبابه تعدرت ودابة والله لكانت ليكون خرجت كتجري من الطاق وبقيت غير غادة ومع العربية ما كاين لا ضو ولا وان كاين غير ضو القمراء ابقيت غادة وكنفكر ايش داز عليا من نهار مات بابا حتى اليوم ابقيت غادة وانا كنسمع خطوات مورايا غير ضرت كتجيني الدربة على راسي وشي ايد حطات لي شي حاجة على فني في البلاسة غيت حليت عيني بشوية كان القراسي في حد البلاسة شو غادة نقول لكم كان ما كان عبارة عن غرف صغيرة عندهم قطبان ديال الحديد وكلها غرفة وفي الوزطابلة كبيرة ديال تعديد باش من اللي يتعدب الشخص جسديا الاخرين يتعدبو نفسيا مجرد ما شفت ديال مندر ديال تفلي يكون عند هاد ديك 17 سنة كنت تغتاسب بوحشية من طرف عدة اشخاص عرفت راسيب اللي رامي في الكاب ديال الغونا ومن لا يعرفوه اكبر عدو لنا والمشكيل هو غيخلق ليه مشاكيل مع البوص حيت مملوح ليه نمشلش بلاسة بلاي قارد وانا زبلتها وخارجا بلاه قارد ومعه لما همش فين غادية بقيت كنشوف ديك البنت اللي تغتاسبات واخي قلبي ميت ولكن ما بغيتش بحال هاد المواقف شنو غاد اندي نمشي والبلاسة اخرى كان سامي كيهضر على التليفون قال كيفاش لا ما يمكنش واش متأكد واش عار فرسك اش كتقول ولكن ارى هاديك مايا ما عمر يقدر يقرب لها شي مخلوق قطع قطع كتجيب غير خبار بحال وجهك خرجته مبير وكسيرة نيشان عند البوص ووصلوا يسوي كين البوص وهي تقوله البنت اه مزيو ما زال ما كملت حضرتها احتلقات ودخل سامي قال السلام عليكم دخلت البنت موراه وقالت سيدي ارى هدخل بوحده شير لي هالبوص ايدو زع ما ساعفي غير سيري قال ياك لا بس شنو كاي وهو يقول سامي ما كين خير ما يدخل فانس قال البوص كيفاش مايا مايا بنتي قال لي بنتي حيت هاد البوص كانت عنده بنت اسميتها روزي وقد شبهه رونق بثاف وكانت حتاهية مع المافي وتقتلات وفي الفترة اللي ماتت فيها بانت رونق البوص باش ميشكوش في رونق وباش يكمل شغله عادي دار عملية تجميل لرونق اللي مغيرش من مندرها بثاف وولك يقول لي ها بنتي وحيت زادت تعجب شخصيتها وخدمتها من اللي شاف اسلوبها واسمها اللي خلاته عالي في السوق وهذا البوص هو شخصية مهمة في البلاد ما كينش اللي عارف انه مع العصابة قال له سامي اه هي هو يقول البوص وشكون مراها سامي قال الغور قال البوص كان قول لي ها ما تمشيش بلا لايكات وهو يقول سامي انت عارف ها كيفاش دايرا رغمك تسمحت من واحد دابا وش نهجمه وهو يقول البوص الغور بغير الويليناء يدينا بمايا وإلا هجمنا غنخسره مع المنظمة لك شعلش غنخليوها دابا باش يجي الخطأ من عندو وهو يقول سامي وش بغي تضحي بمايا البوص قال مايا جوهرة نادرة مستحيل نضحي بها انا غادي ندير باللي ما عندي اخبار وانت غادي ادي هادو الدوثة لي كيتبت ان الغول هو اللي خاطف مراته الوالي وخاطف بنت القاضي هاد الغول معروف كيختف الناس اللي لبات عليهم وكيتلف فيدها وعاد راهم ممرض في عدة عمليات مشبوهة سلاح وكوكايين وزيد عليهم شحويش غري وراكين احتى عنوان المقر اللي كيحط فيه المختطفين قال ثاني اه ده بقى انا فهمت من اللي غادي عارفوه مكانهم غايمشي ويحروهم وغيحروه احتى مايا قال له البوص بالدار وهو يقول ثاني ولكن الشرطي لسولات مايا اش كديرت الماء غنواللي وفسين وجيني وهو يقول البوص مايا تخطفات بحال ما كيتخطف اي واحد انسيتي زعمارها بنتي روزي وما تنساش مايا دماث ما غاداش تحليها فهادي قال ثاني اوكي يلا باي ثاني كان كيبغي روزي ومعاكتو ماتت بسبب المافيا وحبيبتو حتى هي وولا كيكره يقرب لأي واحدة باش ما يقبلوهاش حتى انا توحشتها قال له ثاني كيفاش هو يقول البوص انا كنت عارف كتبغي روزي وكنت عارف قاعلي بيناتكم ولكن ما كتبش ليكم ربي تكملوه قال ثاني والله يعمل لي في هالخير نمشي نشوف كيندير نوصل هادو التوصل الكوميساري البوص هالسي جاركي شعلو قال بون كوراش نمشي ولعند مايا قال لي هالغول بونجوغ مادموازال غوزي قلت ليه دابا انا قلتي لي يا روزي جيت كيوت ولكن إلا قلت ليك بونجوغ مسيو الغول ما جادش قال جمعي راسك وانا نقول له راه داير المقبط مش فتاش وهو يقول وراك يسليع فانا مع راسك قلت مل اخر اش باغي وهو يقول بغيت باباكي تنازل على الرئاسة حيث البوص هو رئيس مجموعات المافيا منلي كتدخل البلاد شي كيمية ديه المخديرات هو اللي كيقرر فين تمشي وشكون يفرقها قلت له وقلها ليه انا مالي وهو يقول انت هي الورقة الرابحة بالنسبالية قلت انت عارف انا مايا ماشي بنت البوص قلت عارف ولكن كتخصي البوص وانا باغي شي حاجة باش نحطلوني فوف التراب قلت الرقم غلط الى غاع للاغتصاب ارا اللي خدمت معاك كندوز اغتاصب براحتك اما بخصوص غطقتني ارا البوص كيهمه غارهسه وعاد ما بقاتش فيه حتى بنته عاد نبقى فيه انا مايا قالت هكا غير باش ميقربش لها اما هي فما زالها بنت وهو يقول اياك ايواجي ندوق حلاوتك اعطى اوامر للقارد باش يجيبوها ليه بقاتك تنتر منه وبدأت وحد المرهة من ثم كتغوت قالت بعدو منها بعدو حرام عليكم بديت كنغوت وكنقول طلقوني يلا ما زالة معافرة معهم حتى كيتفرع الباب دورت وجهي كالقلب وليس والدنيا مروه بدي القرطة صغير كيتشتت في السماء لقيت فردي حداعيوه الزيت وتخبيت طلقوني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر